هل انت في كرب جديد هم جديد حزن وألم ضيق رزق بتدعي ربنا كل يوم بدعاء فك الكرب وتيسير الأمر وقلب الرزق بتشوف علامات معينة في حلمك بتعرف ان في علامات معينة للرزق بتعالوا نعرف علامات الرزق في الحلم ايه بسم الله بسم الله الحمد لله وصلى اللهم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السماء رزقكم وما توعدون فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون نمتكم تفسير الأحلام النهاردة حلقتنا بتتكلم عن الرزق وعن مبشرات الرزق وعلامات ورموز الرزق في الحلم حداشر علامة لو شفت أي علامة منهم اعرف إن ربنا استجاب لدعاءك ونظر لحالك وبيبشرك وبيبشرك يا أختي بالرزق القادم ليك عن طريق رؤية أو حلم فيها الرموز اللي حنذكرها في الحالة دي حداشر رمز أول علامة هي قراءة القرآن عمة وخاصة قراءة هذه الصور أول صورة هي سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم وصورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة وصورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وصورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فلو شفت يا أخي أو يا أختي إنكم بتقرأوا القرآن عمثا أو الصور دية خاصة فأبشروا بالفرق والرزق القريب القادم ليكم إن شاء الله تاني علامة وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية النبي هي دليل كل خير هي دليل الفرج وفك القرب وقدوم الرزق عن قريب لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة ودليل الخير ودليل الرحمة والسعادة والرزق القادم لك إن شاء الله تالت علامة وهي رؤية الملوك أو العلماء أو الرؤساء أو المشاهير وعطاياهم لأن ربنا عز وجل قال في سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فالهدية من ملكة سبق كانت عبارة عن هدية عظيمة لسيدنا سليمان فرؤية الملوك أو عطاياهم هي دليل الرزق والخير القادم لك وليك يا أختي عن قريب إن شاء الله رابع علامة وهي الاستغفار لو شفت نفسك في الحلم بتستغفر ربنا يعني بتقول أستغفر الله أو ذكر الاستغفار في الحلم فاعرف بأن الفرج والرزق والخير قادم لك عن قريب إن شاء الله لأن الله عز وجل قال في سورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالاستغفار يجلب المال والبنين والبيوت والأنهار والجنات فرؤية الاستغفار في الحلم يدل على الرزق القادم لك وليك يا أختي إن شاء الله خامس علامة وهي النظر إلى السماء الصافية الجميلة المنظر لأن الله عز وجل قال في بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فالنظر إلى السماء ورؤيتها الصافية وجميلة المنظر هي بشارة لك بإن رزق جيلك عن قريب ورزق جيلك يا أختي عن قريب إن شاء الله سادس علامة وهي شراء السمك أو صيده أو جمعه لأن الله عز وجل قال في سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فرؤية السمك بعبر عن الرزق وعن الخير القادم لك فلو شفت يا أخي أو يا أختي السمك في الحلم أو جمعتموه أو استططوه فدود بشارة بإن الرزق قادم ليكم عن قريب إن شاء الله سابع علامة وهي شراء الأكل أو طبخه أو جمعه لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فالأكل هو رمز الرزق ورمز الخير القادم فلو شفت نفسك أو شفت يا أختي في الحلم أنكم بتعملوا أكل أو بتطبخوه أو بتخزنوه أو بتجمعوه فدود دليل على الرزق القادم ليكم عن قريب إن شاء الله ثامن علامة وهي رؤية البقر السمين لأن الله عز وجل وصف البقر السمين في قصة سيدنا يوسف وسيدنا يوسف عبر البقر السمين بالسنين المملوء بالرزق والخير فرؤية البقر السمين بتدل على الأعوام القادمة المملوء بالخير والرزق ليك وليك يا أختي إن شاء الله تاسع علامة وهي شرب العصير أو عصر أو جمعه في إناء لأن الله عز وجل قال في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا فرجل من الرجلين اللي سجنوا معه سيدنا يوسف شاف نفسه بيعصر خمر فسيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم أولها له كالآتي بسم الله الرحمن الرحيم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا فسيدنا يوسف عبر تأويل العصر أو فعل العصير أو فعل عصير الخمر بإنه حيسقي الملك خمر يعني كناية عن إنه حيكون لشأن عظيم وحينول منصب ورزق قادم ليه فلو رأيت يا أخي أو شفت يا أختي في الحلم إنكم بتعملوا عصير أو بتجمعوه أو بتعصروه فأبشروا إن دوت منصب قادم ليكم أو رزق قادم ليكم يجلب لكم المال والخير عاشر علامة وهي شراء البيض أو رؤيته أو جمعه لأن الله عز وجل قال في سورة الصفات بسم الله الرحمن الرحيم كأنهن بيض مكنون فربنا عز وجل شبه الحور العيم بالبيض المكنون وهي كناية عن الرزق وجمال الرزق وحسن الرزق في الجنة لأن الحور رزق من رزق الجنة فلو شفت يا أخي أو يا أختي إنكم بتجمعوا البيت في الحلم أو شفتوه أو رأيتموه فديت بشارة بإن الرزق قادم ليكم عن قريب بإذن الله العلامة الحادية عشر والأخيرة وهي رؤية بعض الأرقام فركم عشرة في الحلم لأن ركم عشرة بيرمز للرزق الكامل والخير الكامل لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم تلك عشرة كاملة فرؤية ركم عشرة بيعبر عن الرزق الكامل اللي حييجل حضرتك وحضرتك إن شاء الله عن قريب والأرقام ليها معاني كتير وإن شاء الله نعمل حلقة عن الأرقام علشان كله يستفيد دية الحداشر علامة اللي تبشرك بالرزق عن قريب لو شفتهم في الحلم اكتبها لي في التعليق وإن شاء الله فاصلك رؤيتك ولو شفت أي حلم تاني في علامات تانية وحاسس إن هي علامة من علامات الرزق اكتبها لي في التعليق تحت الفيديو وإن شاء الله فاصرها لك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يرزقنا الحلال اللهم ارزقنا الحلال اللهم ارزقنا الحلال اللهم ارزقنا بحلالك عن حرامك واشغلنا الطعطك عن معصيتك واغننا بك عن من سواك اللهم ارزقنا الحلال الذي يغنينا به عن عبادك اللهم اغننا بك عن عبادك اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر آمين 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 وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين